حجمه حجم الاستعداد المذخور فيه حجم اللياقات المهيئة له الممكنة آه لو أخرجها من الإمكان إلى الفعل تعرف ما معنى نفقت فيه من روحي تعرف ما معنى أنك مسخر لك السماوات والأرضون بعض المعنى أحبتي إخواني وخواتي أنك كائن مخلوق لتتسع للوجود كله أنت أكبر من الشمس والقمر بذلك لماذا تسجد للشمس والقمر تسجد لمن هو أكبر منهما ومنك أكبر من الجميع لله وحده فقط لكن لا ينبغي أن تبخس نفسك حظها فتسجد لمن هو أحقر وأصغر منك أنت أعظم من هذا كله والدليل حتى بمنطق غير ديني أن هذا مسخر أن هذا كله مسخر لنا أيها الإخوة النجاح المتواصل فتوح العلم المتتارئة التي تترى والتي تجعل هذا الكون يوما فيوما أكثر مطواعية لنا أكثر خدمة لنا ونحن بالتالي أكثر مخدومية أكثر تسيدا في هذا العالم بلا شك نحن المخلوقون لكي نتسع لهذا العالم لكي يتيه فينا هذا العالم لا نتيه فيه الإنسان لا ينبغي أن يتيه في العالم لكن تتيه فيه الكوائن والعوالم نفقت فيه من روحي أنت عبد إلهي عبد رباني الله تبارك وتعالى هو الأكبر وهو الأوسع لا إله إلا هو وبما أنك عبد رباني منفوخ فيك من روح الله إذن ينبغي أن تتسع لكل شيء لا أوسع منك إلا الله وحده لا إله إلا هو ما حدى الله كله أضيق منك أصغر منك تأتي الآن في سياق مجتمعي بسيط في سياق نجاح أو فشل مهني أو دراسي أو اجتماعي عائل أسرة تقول هذا سيحطمني هذا سينهيني هذا يدمرني لن يدمرك لن يحطمك إذا أعطتك الأقدار ليمونا لم تعطيك حلوة بنبون اصنع من الليمون لمنادر عصير ليمون لكذا يقول الحكماء تستطيع أن تحول كل شيء إلى فرصة لكن الأمر ليس رهن الإرادة أنني أريد قبل ذلك قبل أن يأتي ويبرز دور الإرادة هناك دور الفكرة هناك دور الرؤية العقيدة كيف تنظر إلى نفسك ما فرقت للتو من بيانه وتبيانه هو بعض مكونات الرؤية والعقيدة أيها الإخوة كيف تنظر إلى نفسك كيف تنظر إلى حجمك إلى دورك إذن هناك دور الرؤية العقيدة المنظور الرؤية العقيدة المنظور هنا بلا شك لا يمكن أن يساهم شيء بقدر الإيمان لكن الإيمان انتبهوا كما ينبغي أن يفهم لا الإيمان الذي يمكى أن يحيل حياة الناس إلى جحيم في الدنيا قبل الآخرة قبل الآخرة سنعود ربما في تضعيف الحديث وأثنائه إلى بعض مكونات وعناصر هذه الرؤية هذا المنظور هذا المنظور إذن السعاداء أطول الناس أعمارا هناك دراسة تعرب بدراسة الراهبات نان ستادي نان ستادي دراسة الراهبات أيضا دراسة طويلة الأجل أو المدى على مئة أو ثمانين راهبة من اللائل تحقنا بمدرسة أخوات روتردام بعد سنوات من الدراسة أيها الإخوة ودراسة السير الذاتية التي كتبتها أولئك الراهبات تبين أن الراهبات اللائل استعملنا ألفاظا وتعبيرات أكثر انفتاحا أكثر اتساعا أكثر تأميلا وطموحا القدر أسعدني الله من علي لقد كنت محظوظة جدا حين مثل هذه الأشياء عشتنا في المتوسط أزيد بعشر سنوات أما الهم والنكد والتنغيص ويقول لك أنا أحرق صحيح تحرق وتحترق كشام عندها تحترق تحترق بالمقارنات والهم وتداعي الأفكار السوداء الكئيبة تحترق ستموت مبكرا إن لم تمت مبكرا ستشيخ مبكرا تظهر عليك علامة الشخوخة بسرعة عجيب الأبحاث العلمية الإمبريقية التجريبية دلتنا وبينتنا أخواني وأخواتي أن نهايات الأصباغ كرموزومس الصبغيات حاملات الجينات ما يعرف بالتيلومير تيلومير والنهاية تحفظ الصبغي وتحفظ المكونات الداخلية تيلومير هذه التيلوميرات أو نهايات الأصباغ حين تقصرها بالزمن تقصر بلا شك سنة فسنة وعقدا فعقدا تقصر وهذا سبب الشيخوغة وهذا سبب الشيخوغة ثم النهاية والموت إن سارت الأمور على نحو عادي على نحو عادي طبيعي تبين من خلال الدراسات والأبحاث الإمبريقية أن الأشخاص الذين تتآكلهم أحماض الضغوط الضغوط والاكتئاب والقلق والتوتر التيلوميرات لديهم في صبغياتهم تقصر بسرعة بوتيرة عسرعة الأشخاص الرادين القانعين الهادئين وبالتالي يشيخون بسرعة في دراسة على مجموع من الأمهات اللائي ابتلهن القدر برعاية أطفال مرضى بمرض أو بأمراض مزمنة طبعا ترونك يعني مشكلة هم ترعى طفلا ابنها مريض بمرض مزمن لا أمل في الشفاء منه تبين أن هؤلاء المسكينات البائسات يعيشنا بمعدل أقصر من تسعة إلى سبعة عشر عاما أو من تسع إلى سبعة عشرة سنة طريب من عقدين في المتوسط يعني عقد ونصف أو أقل من هذا بالقليل كثير هذا هذا كثير جدا بعض ستقول لي لكن هذه قضايا موضوعية ماذا يبوشنا أن نفعل أم هذا ابنها تليت بابنها هنا يأتي دور المنظور وفي الحديث الصحيح وإن الله تبارك وتعالى يبتلي أقواما فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط عجيب في الدنيا طبعا في الدنيا قبل الآخرة غير الآخرة هذا حساب الدنيا يعني يمكن هنا أن يساهم المنظور الإيماني المنظور العقدي في جعلك تتفاعل مع الوقاع الموضوعية الجافة الصلبة وقاع ابني هذا ومريض هذا أفعل لا أستطيع أن أتجاوز هذا بالتخيل أنه ممتاز ووضعه على ما يرى مستحيل أو أنني يجب أن أكون سعيدا جدا بكارثة ابني لا تستطيع المسألة ليس كاركرة ليس فانتازية الوقاع صحيح لكن كيف تفسر هذه الوقاع كيف تنظر إلى هذه الوقاع كيف تتكيف مع هذه الوقاع هنا يأتي الإيمان هنا يأتي الإيمان كما قلنا الإيمان دائما يأتي أملا ويأتي عزاء ويأتي مصدر من مصادر الرضى العجيبة لا كالإيمان شيء يعطي شعورا بالأمل والعزاء والرضى يا إخواني والرضى رضي الله عنهم ورضوا عنهم واحد يقول لكلام دين مواعز لا هذا مواعز صح ولكن كلام علم نفس وتجارب أيضا ما رأيك؟ تجارب علمية يحدثنا العلماء الإخصائيون يعني المتخصصون متخصصون في علم السعادة مثل دان جيلبرت حدثتكم عنه قبل ربما أربع أو خمس سنوات هذا من أكبر العلماء أيضا المختصين في علم السعادة وأبحاثه لطيفة جدا وكتاباته من أروع ما يكون يحدثنا هذا الرجل عن مصطلح يسمى الآن في علم السعادة تركيب السعادة تركيب توليث تصنيع مصنع مصنع السعادة المصنع المولفة ماذا السعادة المولفة؟ وأكيد السعادة المولفة هذه المركبة ليست كالسعادة الحقيقية هكذا يظن معظمنا من الشرط وبالمرة من الشرط السعادة الحقيقية هي التي تأتي حين تتحصل على ما تريد أن تتحصل عليه هذه سعادة حقيقية أريد أن أفوز في هذه الصفقة وأنا 14 ألاف يورو حصل هذا أسعد الآن هذه سعادة حقيقية أريد أن أجتاز هذا الامتحان الجامعي دخلت الامتحان وأجتزته وبالدرجة التي كنت أطمح إليها سعادة حقيقية أما السعادة المولفة سينثتك فهي التي تحصل عليه حين لا تحصل على ما تريد أن تحصل عليه تريد الصفقة ولم تأتي الصفقة تريد النجاح ولم تنجح طيب ونسعادة الآن تقول لنفسك إذا نجحت أن تولف أن تركب أن تخلق هذه السعادة تقول لنفسك لعل الذي أبطأ عني هو خير لي وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ما يدريني أن هذه الصفقة لو تمت ونجحت وأخذت هذا المبلغ أن هذا المبلغ يكون بابا من أبواب الشر ما يدريني أن هذا المبلغ سأشتري به السيارة التي في بالي وهذه السيارة سأركبها ويتفق لي فيها حادث على الطريق السريع لأنه في النية نذب إلى ألمانيا على الطرق المفتوحة ما يدريني وترتاح الآن وتشعر به الحمد لله لم يقام معي أقول أنت مجنون هذا تفكير لا لا هذا تفكير علماء نفس الكبار وهذه الطريقة هذا ما يعرف بجهاز المناع النفسي سيكولوجيكال يعني إميون سيستم